للي ما تباعش أو للي ما عرفش نتائج مطشوات مبارح بين كرواتيا وأسبانيا اللي انتهت بنتيجة 5-3 و1 من أكتر مطشوات اليورو السندي امتاعاً وغزارة في الأهداف سيناريو ما بين الكرواتيا وما بين أسبانيا حتى اللحظات الأخيرة وإن كانت أسبانيا طبعاً نجحت في حسن مبارا لصلاحها بعد الأشوات الإضافية أما فيها أعتقد أن دي أكبر مفاجأة حصلت في البطولة خروج البرتغال على إيد بلجيكا مفاجأة أنه حمل اللقب يخرج لكن لما شوف أنه خرج على إيد بلجيكا ممكن أفهم ده أو أتقبل ده وأشوف أنه خروج منطقي لحد ما لكن خروج فرنسا على إيد سويسرا ويكون السبب كيليا نمبابي واحد من أفضل لعبي العالم أو مهاجمي العالم في ركلة جزاء كانت حاسمة ويقفق في إحرازها ويكون ودع فرنسا للبطولة ده اللي بعتقد أنه أكبر مفاجأات اليورو حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها موسيقى